اهلاً اهلاً يا غالية والنبي وحشاني اخسع عليك كده ولا تليفون ولا تسألي علي من الواضح نعيمة ان ريم هاني ما عنداش خبر ان عادل بيعزمنا لا ازاي ده قال لي طبعاً اتفضل اتفضل سي شوكراً يا حياتي ثانية واحدة بزدبطة هقول له وجل حضر اه اتفضل 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 مش تقولي ان عصام جاي هو اللي معادي نسيت يعني انسيت فيها يا ريم مالك هو عصام غريب فهو ولا اسمها نعيمة اللي معادي بس انت عارف كويس قوي انها ما بحبش اسمها نعيمة دي طب ما انا كمان يا حبيبتي ما بحبش عصام ولا بطيقه ولا عايز اشوفه في يوم العام ولهو طول اخلص منه النهاردة قبل بكرة هعملها بس الاسب ان شغل شغل ايه شغلنا يا ريم ما انت خلاص اتفقت معه وخلصنا نتفق تاني هنوعد نروي كده ونسيب الناس بره ولا ايه تفضلي ايه فيه ايه انت كويسة واللي في بطني كويس ما انا عارفاكي انت ما تجبنيش حلم انا وشي كده غلا ما تكون فيه مصيبة حاصلة فيه مصيبة فعلا يا كريمة ايه مروان عايز يعرف مين اللي قتل فريدة من ايه ولا حاجة يعني هنقفل بقنا وهنقفل على الخبر مجهور السر ده هندفنه ومحدش يعرف عنه حاجة اهم حاجة انت ما ترترتش بالكلام وملكش دعوة بالموضوع ده انا هتصرف الباب ده لو اتفتحها هيتفتح علينا ابوابك وهنم كلها فهمها؟ وفتحي ما له فتحي فتحي ناقص ممكن في اي وقت يروح لمروان ويحكي له كل حاجة هتعمل ايه سعيدا؟ استعافل الله العزيم يا رب كل ما اقول الموضوع هتفعل بيتفتح من اول وقت يت اللي ليا نصيف بيها شوفه ملكش انت دعوة ده موضوع اي انا بس اهم حاجة خلي بالك من نفسك ومل في بطنك ومن حسن احافي 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 لا يا كريم انا حافي احافي 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 انا عايزة افكر بيتو كده هحمل ايه في المسيبة دي ما تشليش عاميه انت ما اتعرفيش حاجة سيبين لنا الحكاية دي ما تخفيش عاببتي عيسام هناك بقلوا ساعة ولو واحدهم لا معنا عيبة انا اول ما شفتهم دخلين البلد مشيت وراهم ما سيبتهمش بحد ما دخلوا بيت ريم قلت اجي واقولك بقى انا دي عيشة مع ريم عيشة مع ريمة اه فاتحي انا عايزة اعرف اللي ضار بينهم بالكامل هو عجلك يوزك والشيطان يوجعك في الغلط تاني خلاص بقى يا مرة اول ما يبقىش قلبك سود جدا انا عمري ما كان قلب اسود على ابن الحلال والي وصولي للقاش والملهام ماشي يا مرة اولي وانا هسبتلك ان فاتحي راجل وابن الحلال وقدك المدوم ايوة ايوة تمام لا انا هقولك تعمل ايها يا يا عمتي انت لسه فاكرة مخك عليك ايوة فاكرة يومها جعدنا ندور عليك في البيت كله انا كنت مراسرة صم البرد قلت اجعد في عين الفرن اخذ الدفع كله كويس انو خدنا بالنا مولعناش الفرن كان زمانك في خبر كان انا بقى خدت بالي خدت بالي من دحكتك يا عمتي خدت عملة تضحك الله ما جعله خير عاوز اجلك حاجة اقمر يا عمتي عاوزك اتكلمي بالتعمك ريتال هيا حبلة هتلاقيها محتاجة حد جنبها وامها فين واخوتها التنين فين انا مال انا والحكاية دي في ايه يا بيت؟ بتهب فيك ليه كده؟ بقولك ايه يا عمتي انا صحيح طيبة وعلنياتي لكن لكن ايه؟ اولا انت هتعملك ده علشان حسن وبعدين انا عايزها تعرف انه ملهاش حد غيرك يا بيت انت هتبجي عمت العيال يضحك علي بالكلمتين دول بقولك ايه يا عمتي؟ ريتال تبانو كويسة كده وان ربنا هداها لكن الدنيا كلها هتتغير الا ريتال اللي في جلبها هيفضل في جلبها لا ريتال اتغيرت باجت احسن انا مالي بقولك ايه يا عمتي انا عايز اللي يفضل بيني وبين ريتال من بعيد لبعيد هي كويسة كويسة لنفسها انا كفاية علي فتحي مسويني عالجنبين هو فين؟ طلع روح لمروان بقولك ايه انت هتفضلي هنيه ولا مروحة؟ انت روحة فينو سايبان انا هنزل اشوف الناس جاهزوا الحاجة عشان اروح اتعمل غلابة انت عارفة يا شمس لما بعمل جداه وارجع بحس ان الدنيا حلوة وصافية وقلبي بيدحك طب ما تاخديني معاك انا كمان جلبي بيبقى صافي والدنيا بتدحك يلا بينا تعالي يلا بينا يا عبد الشهر ده وهاخد نعيمة ونسافر برا ناو نتعوض شهر العسل اللي انت ما عملتوش مش كده؟ لا قول لا هنعمله سنة وانا كمان ناويا سافر راض عليك يا ريم انت فعلاً محتاجة اجاز انتوا عادل لا انا اسافر لوحدي اصلي في شوية حاجات كده مش مظبوطة وعايزة راح اتاكد منها برا معقولة مسافرة لوحدك؟ لأ ما تزعلش مني يعني يا ريم مهما كان السبب اللي انت مسافرة عشانه ده ما يخلكش تسيبي جوزك لوحده نعم، أنت مالك أصلا، أنتو تدخلي ليه في اللي ملكيش فيه أنا إختي كده طول عمري دايما نتحشر في اللي ماليش فيه من زمان حاولت أتعالج بس ما مفعش يا ريم، إيه دي شوية، نعيما ما تقصدش حاجة وعشة لا والنبا نقصد، بس كمان أنا قلبي طيب واللي في قلبي على لساني بقولك يا ريم، صراحة اللي أنت بتعمليه ده مش عاجبني أنا محبش إختي الست اللي تنحشر في شغل جوزها هي الست دي ربنا خليقها ليه مش عشان تدلع الراجل وتهشتكه وتلعبه وتحبه الله عليك ده بالنسبالك أنت عشان أنت ما بترفيش تعملي غير كده بقولك يا عدولة ما تيجي احنا نخش المكتب ناخد القهوة بتاعتنا لحد الحرب لعلمه دي ما تخلص مفيش حرب ولا حاجة يا أخويا أنا وهي سمنة على العسل أنا بس بدحك معاها أنا شايف كده باشا طبط نسيب السمن والعسل يلا باشا فضل ما تتعادل يا بت ما عارفش هتعادل أنا كده معووجة إن جيت هتعادل لك كاسر بقولك يا ريم فوكي كده يا أختي وخليكي بحبوحها شوي على حد قلمي يعني أنا وإنتي هنتقابل كتير اليومين الجايين عشان البشاوات اللي اتنين بيشتغلوا مع بعض هو أنت يا بت فكرة عشان أنت تجوزتي يا صامب رأسك هتبقى براسي؟ اهه ahí فيلم الأسياد والعابد ده? بقولك إيه؟ زي ما انت سر عادل، أنا سر عصام فهما اختش ولا فهمك اكت